اشتركوا في القناة طيران الإمارات إذا كنت تتمنى أن تستحم على ارتفاع 12 ألف متر وتتناول أطباقا تحضر في ساعتها وتشهد أكثر من 2500 قناة تلفزية والإقامة في جناح خاص بها منامة مصنوعة بفضل تكنولوجيا تحمل بشر من الجفاف أثناء الرحلة فيمكنك التمتع بكل تلك الرفاهية مقابل 20 ألف دولار الفترة المثالية للسفر إلى هذه المدينة الشهيرة تمتد بين شهرين ديسمبر ومارس حيث تتراوح درجة الحرارة بها بين 14 و 25 درجة وهو وقت جيد للاستمتاع بهذا المكان أما الفترة بين أبريل وأكتوبر فتتراوح درجة الحرارة خلالها بين 25 و 40 درجة كما أنها تصل أحيانا إلى 48 وحينئذ تكون الحرارة مفرطة لدرجة أنك لن تستطيع الخروج من الفندق لكن بإمكانك الترفيه عن نفسك في المراكز التجارية فكلها تضم مكيفات الجو كما تستطيع الذهاب للتزلج بسكاي دبي أو الاستمتاع بالسلج هناك وعادة ما تعرف المدينة عواصف رملية تجعل دبي تختفي تحت سحابة رملية عملاقة نذكر أنه تم بناء دبي على منطقة صحراوية وهذه الظاهرة لا تشكل خطرا على الأشخاص لكن ينصح بعدم الخروج إلى الشارع عند حدوثها والسكان متعود على ذلك في حين يشعر الزائر الذي تطأ قدمه دبي لأول مرة بعدم الإطمئنان كما تشل حركة الطيران بسبب تلك العواصف سيارات فاخرة يوجد بدبي آخر ما أحدث في عالم السيارات الرياضية وعادة ما نشاهد في طرق وشوارع دبي سيارات من نوع فراري أو بوغاتي لكن رؤية لامبورغيني تحترق هو أمر مؤسف للغاية من المعلوم أيضا أن شرطة دبي تتوفر على سيارات رفعة تقدر قيمتها بملايين الدولارات والتي يحلم الكثيرون بامتلاكها بيد أن هناك أكثر من ذلك بدبي حيث يمكنك أن ترى السيارات الرياضية كما لو أنها لعب متناثرة بالمدينة وديفل 16 التي تبلغ قوتها 5000 حصان هي أسرع من أي سيارة فورميلة واحد تصل سرعتها القصوى إلى 560 كم في الساعة وتعمل بفضل محرك قوي جدا بي 16 بسعة 12.3 لترات وبأربع شواحنة توربينية وهي سيارة رياضية خارقة متوفرة للبيع في دبي ونبد أن السيارات الرياضية الأخرى تبدو بدائية أمام هذه السيارة الخارقة ناطحات السحاب الدوارة لا تكف دبي عن مفاجأة العالم فبعد أن أبدعت أكبر مركز تجاري في العالم وأكبر جزيرة إصطناعية لم يكن ذلك كافيا بالنسبة لها لذلك في عام 2020 تريد هذه المدينة المستقبلية التي عرفت باختبار حدود المستحيل أن تكون بها أول ناطحة سحاب دوارة في العالم على أرضها سيبلغ طول ذلك المبنى العملاق 420 مترا وسيدور حول محوره لكي يتمتع سكانه بمناظر المدينة بزاوية 360 درجة في أي لحظة ويسمح تصميم المبنى بدوران كل طابق بشكل مستقل وبذلك يمكن لسكان كل طابق لاستيقاظ والاستمتاع بمنظر الشروق كما يمكنهم الزيادة أو النقصان من سرعة الدوران ليتم تغيير المنظر من دقيقة لأخرى ولم يتم تحدد ميزانية هذا المشروع بعد لكن يمكن أن يصل ثمن الشقة بهذا المبنى 40 مليون دولار عربات تيسلا في مطلع هذه السنة قدمت تيسلا لدبي أسطولا من 200 سيارة مودال SUX بقدرة السياقة الذاتية لاستخدامها كسيارات أجرى وقد رخصت المدينة الأغنى في الشرق الأوسط لخمسين سيارة ستعمل انطلاقا من مطار دبي وسيتم إدخال 75 سيارة أخرى قبل نهاية السنة الجارية و75 سيارة أخرى سيتم إدخالها عام 2019 سيارات تيسلا مجهزة لسياقة ذاتية كاملة وبمستوى أمان أكبر من تلك السيارات التي يقودها الإنسان بيده وقد تم تصميم سائقة تيسلا الآلي كتجربة تطبيقية لمنح السائق ثقة أكبر خلف المقود وضمان أمانه في الطريق كما أنها تجعل السياقة ممتعة بتخفيض أتعاب السائق التحليق في سماء دبي حلم كل طفل أن يطير في السماء بسرعة 200 كم في الساعة ثم الصعود فوق السحب للنزول بعد ذلك على مدينة دبي هذا بالضبط ما تمكن من تحقيقه الفرنسي إيف روسي ورفيقه فينيس ريفي وهما متخصصان تمكن من القيام برحلة جوية بواسطة جناحين ويقدر وزن التصميم الدين مهوائي للجناحين بـ 55 كيلوغراما ويبلغ طوله مترين وهو يشتغل بنفس الطريقة التي تعمل بها الطائرة ويتوفر في الجانبين على توربينتين تمكنهما من الاندفاع في الهواء وأخيرا سكايدايف دبي إذا كنت من عشاق الرياضات الخطرة والمغامرة فهن ستجد سكايدايف دبي حيث يمكنك القفز من الطابق التاسع والتسعين من أعلى مبنى في دبي مارينا بارتفاع يقدر بـ 400 متر تكون دبي قد حطمت الأرقام القياسية للقفز بالحبال التي نعرفها في العالم وبذلك تكون الوجهة المناسبة لمحبي هذه الرياضة إن كنتم تعرفون أشياء أخرى تتميز بها دبي أخبرونا بها رجاء في التعليقات إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم